بجادة تحيلك من جديد كابتن ايمان شاوي كابتن الكبار كل جمهور النادي الاهلي واحد من اللعيبة الرجالة اللي بنيعمل وبنتمنى ان شاء الله نشوف مستقبل كبير جدا ومزيد من انتصارات ومزيد من التقلق اكرم توفيق برحب بك اكرم في البداية ومجهودك كبير وواضح وبهنيك النهاردة على الاداء الرجولة والاسرار كل ده بيحب جمهور النادي الاهلي وما الجمهور بينادي عليك في حماسك وفي قوتك الكبيرة جدا بيبعث وعداء بشكل كبير جدا شايف الفوز النهاردة وبيمثلك طبعا الحمدلله طبعا الفوز ده حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى احنا تعبنا واكتهدنا في الملعب وربنا كرمنا وكلل تعبنا بالفوز بهد الفوز طبعا للعيبة الرجالة والجازي الفني ومجلس الدارة وطبعا الجمعير بنموت نفسنا عشان خطرهم وقلتها بلكده واولا تانو هنفضل نقولها كله مش عايز يطلع من الملعب غيره هو ميت عشان خطر الجمهور وده اللي واضح في الملعب والحمدلله رب العالمين يعني حياة يمكن اكرم شرفت مصر واداء كان رائع م ومس جدا مع انتخذنا الوطني بشرف النادي الالف ادائك بكرايت ده ممكن اكرم لوقتي على الصفح والسوشال ميديا احسن بكرايت مصر واكرم توفيق طبعا مع كل طبعا الاحترام طبعا مع الهاني والكريم وكل العبية ده بيحملك ايه وبيمسلك يا اكرم لا انا ما بركزش من الاحسن انا بركز في شغل ان انا دايما اموت نفسي في الملعب حتة الافضل دي دي حاجة ممكن الجمهور هو اللي شايفها احنا كلنا زي بعض محدش احسن من التاني كله بيموت نفسه عشان خط الجمهور وده اللي واضح يعني اي حد بينزل بيموت نفسه سواء هاني او كريم كلنا يعني على روح او قلب رجل واحد فبين موت نفسنا عشان خطر الفريق والجمهور وده اللي واضح يعني في الملعب يعني صعوبة المباراة في التكادلات دفاعية بشكل كبير جدا حياة من هذه المقولين لكن انتو كان عندكو حلول وحمده لربنا كفائنا في النهاية ازاي قدرتوا تحلوا مساماني قالوكو ايه بنشوتين اوكو والله احنا كنا كويسين يعني على مدارة التسعين دي ايه كنا كويسين هم ت داريبا كانوا بلعبوا بنفس الخطة اللي احنا بنلعب بقى كنا بنلعب بقى الماتشين اللي فاتوا هوا تلات ماتشوت عشان هما بلعبوا بقى فاحنا عارفين الحلول بتاعتها او كده فكان دايما في مسحات على الاطراف وده اللي ربنا كرم يعني به الحمد لله كدنا كانت قوي جدا الناس كلها حتى ايديها على قلبها والمشافت اكرم الحقيقة برجلته وبإصراره الكبير لكن طمين عليك دكتور رحمد عابل قالك ايه وطمين عليك لا لا الحمد لله انا زي الفل يمكن بس شوية مش عارفة تنفس يعني كويس لكن الحمد لله انا زي الفل والحمد لله ان ربنا عد على سلام يعني الحمد لله لكن اخب منك كلمة لكل جمهورنا اللي بيساند وبيدعموا لسا منتظرين منهم للفترة اللي جاء ان شاء الله مساند ده الاكرم والكل اللي لعبتنا دي طبعا يعني احنا هولا لك تاني احنا بنموت نفسنا عشان خطرهم ودائما هم في ظهرنا والدعم واضح فان شاء الله مش نغزلهم وبإذن الله نحاول ونقاتل على البطولة الدوري والبطولات التانية وان شاء الله يعني ما نغزلهمش عند الفترة الجاية حبيبك شكرا اكيد بنشكر واحد من النجوم واحد من اصحاب الشخصيات الرائعة اللي يمكن روح الفنيلة الحمراء والشخصية اللي نادي الاهلي كل الامور دي الحقيقة فاكرم توفيه ممكن زي ما انت شايفة كابتن ايمن مش قادر يتكلم شوية هو من الكادمة القوية زي ما تبعنا وشوفنا كان الكادمة قوية جدا الحقيقة لكن الحمد لله طمين عليه وبنتمنى ان شاء الله كل اللعيبة يا رب بدر واكرم وكل اللعيبة اللي خرجت فيها شك في بعض الاصابات ان شاء الله باذن الله ما اتطولش معاه ويا رب ان شاء الله يتألك اكرم وكل اللعبين وايضا كمان الجهاز الفني في اختياراته واداءه الفترة القادمة وتحديد المباراة غزل المحل ان شاء الله باذن الله رغم تغيير الملعب والمناخ والجو وتوقيت المباراة يكون مختلف لكن استقاطنا كبيرة جدا في كل اللعيبة ونقدر ان شاء الله باذن الله نحصل ثلاثة نقاط المحل ثم ثلاثة نقاط تسموحة ويقول لحدث الحديث بعد توقف الدوري خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة